حبه لأرضه كحبه لأبنائه الحاج الماحي ابن بلدية بوصفر بوهران منذ خمسين سنة وضع هنا أولى شجيرة لفاكهة الخوخ واليوم يورث هذا الشيخ شغفه وخبرته لخلفه أنا كنت نشري الخضرة أولادي كانوا قاعدين توجور تحتي ما يزغطش واحد ها كلها غيب البسياس غيب البسياس غيب البسياس غيب شوية غيب شوية ما خطش علاش ما دعموني شانا ما كاتل يدعمني أنا غيب البسياس كانت كل شيء ما اسموه أنا غيب البسياس كل عام نغرسو شوية كل عام لكننا نمشي جافاف وكورها هنا شوف الضلمة طعب شوية الضلمة ما تشوف منطقة بوصفر عرفت منذ عادي الإسبان والفرنسيين بنوع مميز من فاكهة الخوخ البيرتا باعتبارها أجودة وألد الأصناف تقطفو مع نهايته كل شهر آهد هذه البيرتا وما داوت إن شاء الله رحمه الرحيم ربح تشوفيها الحب من 500 غرام للفوك دي السفراء سفراء 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 كما المحتعوا بينا فرنسي وليس إسبانيول وما لي بدو فيها السجرة وليح خدموها خدموها غير العرب القوة حفراء هذه حنا بكرية كنا 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 نتروح الجيد للحفراء لازم تبيرها متر على عشرين متر وعشرين على متر وعشرين البيرتا بقيت متواجدة هنا بشكل كبير لصعوبة غرسها فهذا السنف لا يعمل طويلا ويحتاج إلى إناية دقيقة والسقي فقط بمياه الأمطار مدى بينا باش التوسيم من تعالى فريتي هذه البيرتا تعالى الخوخ تعبوصفر يندر هذا التوسيم وهكذا نقدره يعني تكون منافسة تكون منافسة من طرف كل يعني الفلاحين اللي متواجدين في هذه المناطق الجبلية والمناطق الجبلية هذه ما ينفع فيها إلا هذه الأشجار يعني شفنا مع الحاج كيفاش يعني قدر يعني يوسع من المساحة رغم الجفاف وحاجة البيرتا للأمطار الموسمية إلا أن الحاج الماحي وأبنائه يسعون للحفاظ على هذا الموروث في انتظار توسيمها على غرار كليمونتين مسرقين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة